أيها الأخوة المواطنون إنها سأذهب إلى الأنبار ويانا نائب اسمه مميز من البعيسة الكرام البعيسة يختارون مرات الشباب بأسماء متميزة ويانا نائب المرشح أورنس سعد العيسا وأورنس مثل ما تعرفون أول كوكب اكتشف بالمجموعة الشمسية بالعصر الحديث والبعض بقاموس اللغة العربية يقولون هو دليل على كوكب متميز دليل على شدة الريح لكن أورنس سعد العيسا وإن شاء الله ريده قوة الإجبال أن يكونوا يهلوا ناسا في محافظة الأنبار وهو بتسلسل خمسة القائمة 185 أن يكون صوتهم في مجلس المحافظة لإعادة البناء هياك الله يا مرحب يا مرحب ابن العام حياك الله أستاذ عنور مساء الخير يا هلا عليك وعلى جميع العراقيين أنا سعي جدا بليقائك هذا اليوم على هذا البرنامج السودة التاسعة البرنامج اللي يتابع كل العراقيين شكرا جزيلا إليك مرة ثانية الله يسأل ما كنت البعيس أسمائكم متميزة أورنس يا أورنس أنت اسمك حذ ذاته يجيب لك يفترض على الأقل خمسة آلاف صوت لأنه اسم متميز عن الباقي شا تقول لها لك وديرتك تفضل بداية أحمل سلام من أهل الأنبار على راس مصنع الرجال إلى حضرتك ومن خلالك خادمكم إلى كل العراقيين نعم بداية أعرف عن نفسي لأهنب جميعا أورنس سعد العساوي خريجي الكليا العسكريا الأولى مصنع الأبطال هلب البطل بكاليوريوس قانون كلية المومون عملت تخرجت في 2002 ضابط في الجيش العراقي بداية من الكليا العسكريا الأولى نعم إلى أن 2006 نعم حدثت الهجمة الأولى من تنظيم القاعدة الإرهابي التحقت في قوات الأمن العراقية المحلية وشاركت أيضا في تدريبها وتنظيمها اترجت بالمناصب من بداية ضابط مركز إلى وصلت إلى آخر منصب اللي هو ضابط مركز السياحية اللي قدمت استغالة بغية الترشح إلى انتخابات مجالس المحافظات نعم نعم وهذا الآن أنت من المقاتل إلى اللي يبني ويقولون تشيل السلاح وإيد تشيل تشاكوش وتشيل البسحة أنت الآن ماذا تهدف يعني شا تريد شا تريد بالضبط مجالس المحافظة شا توجه من رسالة لها لك أنا هخلي الكاميرا وياك أريدك توجدهم رسالة شا تريد منهم وش تعدهم بإذن الله روح بالحقيقة سبب الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات هو أحداث 2014 أحداث داعش الإرهابي على أهن في محافظة الأنبار وأقلب المحافظات هذا سبب الأزمة وسبب النزوح وسبب الويلات والمعاناة كنت يعني أرى نفسي أنه أكون ضمن المسؤولية لتقديم الخدمة لإهالي الأنبار عامة وفي ذاك الظروف تولدت الفكرة الترشيح لأنه في منصب ضابط شرطة كنت محدد الصلاحيات ومحدد العطاء وبالإضافة إلى الرغبة في تقدم المشهد تقدم المسؤولية تقدم صفوف الأمامية بعد ما واجبنا كمقاتل في تحرير وأراضي محافظة الأنبار من تنظيم داعش الإرهابي بالحقيقة أيضا سبب ترشيحي ضمن قائمة السيادة كان الدور البارز للشيخ خميس الخنجر في ذلك لكل وقت كان الشيخ خميس الخنجر داعم ومساند لكل المقاتلين الشجعان في عامرية الصمود عندما كانوا عبطال البعيسة يقاتلون والله يبقى سمع عامرية الفلوجة وصفها الصمود بس هي عامرية الفلوجة هذا اسم التاريخ وما سنتغير الصمود هلها كلهم صامدين أكيد نعم تفضل عندما كانوا الشجعان البعيسة يقاتلون في السواتر كان الشيخ خميس الخنجر داعم بكل ما يملك للمقاتلين الشجعان كان الطبخ والأرزاق توصل للمقاتلين من الجيش ومن الحشد ومن الشرطة ومن أبطال العشاعر على شكل يومي الطبخ والأرزاق تصالهم لسواتر ونحن من ضمنهم كنا هناك موجودين في قاطع الحبانية وخالدية الصمود بالإضافة إلى حديثه بالحقيقة هذه المواقف لا تنمح من الذاكرة وهذه المواقف خلتنا اليوم ننتمي إلى حزب سيادة إلى تحت قيادة الشيخ خميس الخنجر هذا الرجل المعطاة الكريم المدافع عن حقوق أهله في كل البلد ليس في بعض المحافظات الشيخ خميس الخنجر لكل العراقيين في كل المحافظات بالحقيقة الرغبة أنه نكون ضمن المجلس المحافظة القادم بقوة الله تعالى لخدمة أهل الأنبار أنا بالتسلسل الخمسة لدينا خمس خمس ملفات مهمة هي هذه ربية حزب سيادة في الحكومة القادمة خمس ملفات عسري عدد لي أسماعهم التعويضات ملف النازحين وأيضا مؤسسة الشهداء والجرحة التي سابها كثير من الأخطاء وهذه حقوقة الناس وأربعة عشنو نعم ملف النازحين وملف العفو العام السجناء الأبرياء نعم والخامس والحواعل المغيبين لهم حقوق حواعل المغيبين لهم حقوق يا عفية والملف الخامس نعم ملف الخامس الريد الريد البناء الريد نشوف شواكيش نسمح صوته ومساحه ما نريد ما نريد نشوف واحد مصطر على الطالب أريد الشغل الله يبارك بيك أشكرك أشكرك لأن والله سيخلص الوقت ورانا لعبوهدي وأريد عطوة من قناة الفلوجة ثلاث دقائق دكتور مازن متفضل ثلاث دقائق زندنا شكرا جزيلا إليك شكرا جزيلا إليك حياك الله شكرا 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 سعد العيساوي بينكم المحافظة الأنبال القائمة 185 تسلسل خمسة بارك الله